بالتأكيد الأحزاب المصرية حيكون لها دور كبير جدا خلال المرحلة القادمة دور مهم على حث الموطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالفعل بدأنا نشوف تحركات وسعة جدا من جانب عدد كبير من الأحزاب للتوعية للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي مبادرات وحملات وسعة من جانب الأحزاب السياسية المصرية للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية خلينا نقترب أكتر ونقرأ المشاركة الانتخابي ونتهرف كمان على دور الأحزاب في هذا الاستحقاق الانتخابي معضفنا في الستوديو الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل طبعا نتصبح على حضرتك ونورف صباح الخير يا مصر أهلا بيك صباح الخير أهلا بيك صباح الخير يعني الحقيقة أنه هذا المشهد الانتخابي هو مشهد مهم ومشهد خلينا نقوله استثنائي فكرة وجود مبثلين لأحزاب مختلفة موجودين في الشارع بيعرفوا أكتر عن أحزابهم اللي بينتموا ليها في ظل غياب للأسف لفترة طويلة جدا دور الحزب في الشارع المصري خاصة عن الشباب عايزة عرف من حضرتك يا فنم قراءتك لهذا المشهد الانتخابي خصونا نحن خلاص على بعد أيام قليلة من انطلاق عملية التصويت المصريين بالخارج يعني بداية أنه هو ده مشهد انتخابي حزبي يعني أنا عشت خمسين سنة سياسة لم أرى هذا المشهد من قبل لأن عندنا تلاتة رؤساء أحزاب جدة مرشحين في هذه الانتخابات الرئاسية والمرشح الرئاسي الرابع حولوا تأييد من ستين من حزب سياسي وبالتالي معركة حزبية بامتياز معركة حزبية بتجدل حياتنا الحزبية بتحدث فيها حراك واسع استكمال الحراك الواسع اللي أحدثه الحوار الوطني لذلك الأحزاب السياسية انتهت في فرصة الأحزاب السياسية جدة انتهت في فرصة وارتاقط بالناس نحن كانت مشكلتنا دائما مع الدولة في الماضي أن نحن عايزين نارتاقط بالناس نعمل مؤتمرات في الشارع هذه الانتخابات منحتنا هذه الفرصة الحقيقية اللي كان نرتاقط بالناس وصل لجمعاتهم في الشارع والمؤتمرات هنا وهناك وما فيش أي اعتراضات لأن هذا حقنا الدستوري لما نحق لنا الدستور واللهيئة الوطنية للانتخابات بمجب قانونها منحته للأحزاب السياسية الأحزاب السياسية الثالثة اللي كانت مرشحين اتبارت ونزلت عملت مؤتمرات وعملت فعاليات صغيرة وارتاقط بالناس ويما كانت تنجمعهم أيضا الأحزاب اللي حوالي 60 حزب مؤيد للرئيس عفتاح السياسي نزلوا أيضا معملوا فعاليات وعملوا مؤتمرات حاشئلة هنا وهناك لأن دي في النهاية فرصة ذهبية للأحزاب السياسية أنها تؤثر في الناس وتتأثر بقضاياهم المختلفة وتعمل لها زخم شعبي يؤيدها وبالتالي المسألة قلت لكنا في البداية لأننا معركة حزبية بامتياز لأننا سمدنا منها استفادة كبيرة وكان لها مثلا يعني عشر سنوات شغل وعملناها هذه الأيام وبالتالي زي ما انتم قلتم أن الأحزاب السياسية قامت بهذا الدور وأنا في حزب الجيل عند تحركت في طول البلاد وعرضها وارتقنا بالناس الهدف من هذه كان أولا أنني بقعرض برنامجي يعني أنا مش هزحك عليك بقعلي نوجد نظري في الأمور كلها بأيض مرشحي وبقول إنجازات في العشر سنوات الماضية والتحديات اللي بتواجه الدول مصير وذي تغلب عليها وخاصة اللي بتتعلق بالأمن القومي للبلاد وأيضا بادوا الناس إنها لابد أنها تنزل لأن مصر في مفترك طرق مصر بتجري عملية انتخابات رئاسية في جو غير مسبوخ من التحديات اللي بتهدي الأمن القومي للبلاد والأمن القومي العربي اللي أساسا مصر هي اللي بتحمل عبئ الدفاع عنه على مدى تراخل طويل من طول أمئات السنين اللي فلازم المواطن المصري يكونها على قد المسئولية وفعل المواطن المصري على قد المسئولية أنا عايز أقول لستك إن قبل حرب غزة كانت أسئلة المواطن اللي بسأهلنا في المؤتمرات مختلفة عن بعد حرب غزة قبل حرب غزة كان الكلام كله حولي مشاكل الاقتصادية وحولي الأسواة والغلاء والكلام ده كله بعد حرب غزة اختفى هذا الكلام تماما وبقى كلام كله حول الأمن القومي وزاي نواجه التحديد من دواجهه حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا إن هذا الأمر لم يحدث الأحزاب المصرية من قبل وإن ده فرض عليها يعني نوع من أنواع التحدي إن هي فعلا تنزل الشارع أنا عايز أعرف تقييمك يعني حقا ذكرت إن ده تحدي أنا عايز أعرف تقييمك الحالي والجاري لحزبك وللأحزاب الأخرى فيه الاحتكاج بالشارع المصري وما سينتج عنده خلال الآية بالقدر هي يعني هذا التحرك كملة الحياة للأحزاب السلسان المصري يعني أنا أخد دفع قوية جدا للأمام وغيري من الأحزاب الجدة لأن هذه اللقاءات بلا أسوار هذه اللقاءات بلا خطوط حمراء بطول أنت عايزه كله وبالتالي بتستطيع أن تؤثر في المواطن وبتتحرك بدافع الوطنية المصريية الخالصة يعني أنت بتشارك معركة حزبية مضيفة وإن لم تسجل فيها أي خروج على مساك الشرف الانتخابي لم يسجل فيها أي كلمة هنا أو هناك من حملات المرشحين بدون بعضهم البعض تبدو يحصل حتى في الانتخابات البرلمانية يعني عملات انتخابية مرتزمة تماما في مساك الشرف الانتخابي ومرتزمة تماما أن يكون الحوار اللي بينها وبين الجماهير نفسه هو حوار محترم بينها وبين حملات الأخرى ما فيش مشاكل ما فيش شكوة رفعت إلى الهيئة والتالي الانتخابات أن الحملة الانتخابية لمرشح سين هاجمت وخرجت عن قواعد لعمل الانتخابي ومساك العمل الانتخابي للحملة صارت ما فيش كامدة كله خالص وبالتالي انت مستعيش مناخها صحي مناخها مناخ جاد مناخ رئيسية حقيقية بتجرى في جوم الحقيدة والنزاهة وبحترام كل أصراف العملية الانتخابية الأحزاب السياسية هي استفادت جدا لأنها تحركت في الشارع وارتاقت بالناس وبين بعضهم بشكل لجان يعني فيها أحزاب ما كانش لا لجان في محافظات هذه الانتخابات ما كانتها منها تشكل لجان حزبية في محافظات أخرى وفي مناطق طولة في محافظات مختلفة بحيث أنها مش بتجدد نشاطها هي بتعيد بناءها من جيد استناقي يمكننا نتكلم عن فكرة المشاركة والتفاعل مع الشارع المصري لكن على جانب آخر يعني خلاص الأسبوع اللي جاي إن شاء الله حوالي 137 مقار انتخابي في السفرات والقنصليات المصرية في حوالي 121 دولة حول العالم وبيقدر عدد المصريين المقيمين بالخارج حوالي 14 مليون موطم درقم كبير جدا فكرة التفاعل وعرض البرامج الانتخابية وخاليا نقول أنه التوجه للمصريين بالخارج تم إزاي لأنه ده برضو تحدي كبير صدقيني أن فيه أحزاب كتير تصرد عمصرة في الخارج وفيه بعض الأحزاب عمت لقات من أجل التوعية بأهمية المشاركة لأن نصر واجب الانتخابي واجب مراجيين بأنه واجب دستوري ووطني وإن كان المسألة في المهجر أو في الخارج مختلفة عن الداخل لأن المسافات هناك طويلة بعيدة يعني عشان يروح للسفرات والقنصليات ده هيقطع مئات كيلومترات فهي تبقى صعبة ولكن نحن معتمدين على أن على أن الحس الوطني للمصريين في الخارج بيبقى أعلى بكتير من الداخل كمان والإحساس بالغربة وأنه عايز أي حاجة تبطة بالوطن بيبقى مسيطرة على كل تفكيره إن هو هذا الهاجس الوطني اللي عنده وإن هو عايز يؤدي ويجيبه ده تجاه الوطن وتجاه الانتخاباته إن هو هتكبل عناء السفر مسافات طويلة لكي يذهب للسفرات والقنصليات ده المجودة المتعلقة بالمصريين المقيمين بالخارج لكن ما يقوم به إن كان المرشحين الرئاسيين أو حتى الأحزاب في السباق الرئاسي المشاركة في السباق الرئاسي بيتوجهوا إزاي المصريين بالخارج؟ هل من خلال الندوات؟ أولا إن هو في لقاءة تمت ما بين الاتحادات أو الجمعات اللي مجمع المصريين في الدول في الدول في الخارج وباللي حملت هنا كمان خلاف إن فيه ندواته عقدت في الخارج يعني أنا كحيس بتجيب مثلا عندي أمين للجنة المصريين بالخارج عمل لقاءات في أوروبا وعمل لقاءات في السعودية مع المصريين هناك وكان الغريب إن الناس كانوا مكملين عن نحضر هذه الندوات يعني الحساس بالوطن بخارج الوطن بيبقى عالي جدا وعندين أي حاجة تبطن بالوطن فهو في بعضهم جم هنا يعني مثلا الحملة الانتخابية للمرشحة الرئاسعة فتحت اسئي جلها ممان يمثل المصريين في الخارج عن طريق روابطهم المختلفة وجم مرتقب يوم هنا ورجعهم دوت بقى محمدين بأمانة إنهم يعرضوا عرض جيد على ناسهم هناك في الخارج بحيث بقى يكون هناك أقبال كبيرة على الإقتراع في أيام واحد واثنين وثلاثة من ديسامب القادم فهو يعني هي برغم صعوبتها وتكهيفتها العالية إنهم هم بقى اللي في الخارج بدروا إن يجوا في الداخلنا وارتقوا من حملات التخمية للمرشحين وأيضا في بعض من الأحزاب الساسية المؤيدة اللي هزم مرشح أو ذاك لها ناس هناك بيشغلوا في الخارج هؤلاء الناس أموا بيدورهم الوطني تجاه زميلهم في الخارج تفكر إن نجح فعلا المرشحين الأربعة في إنهم يوصلوا كل تفاصيل برامجهم الانتخابية للشارع المصري بنتكلم عن تفاصيل ربما عرضها بعد المرشحين ربما تلقى قبول وربما لا تلقى قبول إذا لم تسوق جيداً أو إذا لم يتم توضحها بشكل أكبر نعم نشوف حضرتك بجانب المؤتمرات الحاشد اللي عقدتها لحاملات الانتخابية للمرشحين الأربعة في محافظات مصر المختلفة إنما لابد أن أشكر الشكل المتحد للخدمات الإعلامية لأنها قدمت جهد فعلاً حقيقي منها منحة مجانية صحيح اللي انتعافل دقيقة هنا بالشير فلاني وقدمت حوالي مئة دقيقة لكل مرشح هم يستغلوا هذين مئة دقيقة لأن ده إعلام بيصل للناس بيصلح من البيوت واللي عايد يتابع المصريين بيفتح إثبائيه مع المرشح حقيقي يعني كل المرشحين الأربعة سمعناهم المرشحين الثلاثة هو زائد الحاملة الانتخابية رئيس الحاملة الانتخابية المرشح المحمود فوزي طلع أكثر مرة وأتكلم وعرض على ورث الإعلام فالإعلام المصري الوطني برامله خاص إنه أدى دوره في هذا المجال بشكل جيد جداً وأصبح دوره ميسر ومسهل لكي يتعرف المواطن والناخب على برامج المرشحين الأربعة وأيضاً يتعرف على شخصيات المرشحين عن هذه المرشحة رئاسي معروف سلفاً اللي هو الرئيس عفتاح السيسي بعشر سنوات واللي عام 2013 وما بعدها المرشحين الأربعة كان محتاجين الناس تعرفهم المؤتمرات بتاعتهم في المحافظات مش كافية أن يتخلي كل أبلغ ووطني يعرفوهم فهنا بقى كانت تحلي بوجهة لشركة الخدمات العلمية الشركة المتاحة الخدمات العلمية لأنها يسرت أنها يرتقي بالمئة مليون من أبرى شاشتها المختلفة وده كانت يعني اللأة طبعاً ما كانتش مطلوب منها يعني هي اجتهاد منها واجتهاد محمود وأعطاقت أنها جعلت من نفسها بعد ذلك هي المعبر لكي يصب من خلاله المرشحين المختلفين في أي انتخابات قادمة أستاذ ناجي زي ما حضرتك قلت إحنا أمام مشهد فريد واستثنائي ومرة أخرى عادت للشارع المصري فكرة التعددية الحزبية والثراء السياسي للشارع المصري صحيح يعني رؤية حضرتك أنه هذا المشهد الحالي إزاي التعددية الحزبية الموجودة في الشارع دي إزاي هتؤثر على الأداء الحزبي فيما بعد وإزاي كمان بتنعكس على المواطن المصري يعني نشوفها يلزم حقي الرؤية العميقة للرئيسة في التأسيسي لأن اللي إحنا بيشهد حاليا هو بدأوا بالحوار الوطني لأن قبل الوطني الأحزاب كانت في سباة عميقة وكانت بتروح مكانها وكانت بس أحزاب المولاها قاعدة بيت وغزر منعزلة أو أحزاب المولاها قاعدة بشغلة في المولاها في إنها أحزاب معيدة ومولاها وإحزاب الأخرى اللي لها موقف قاعدة بتصرخ في البريا ومش حد زماء وغزر منعزلة وكل ما ساعة بعضهم الحوار جمع على الأحزاب دي كلها يعني أعزب ألا لحظرك أن اليوم الأول للحوار الوطني يختلف عن الأسبوع الأول يختلف عن الأسبوع الثاني الأسبوع الأول كنا مختلفين مع بعض الأسبوع الثاني اقتربنا مع بعض أكتر في نهاية المرحلة من الحوار الوطني كنا ندريبا نشاء زي بعض بنكلم بلغة واحدة فده اللي أدى فرصة ذهبية للأحزاب السياسية إنها ولن جديدة نشطها جديدة برمجها الفكرية والسياسية من خلال أنهم اجتهدوا وعملوا ملفات في الـ 119 قضية ودية أثن هي قضية كل القضايا اللي بيتعرض لها الوطن والمواطن فعملت لها ملفات وأصبح هذه الملفات ممكن أن تكون بالنامج جديد للأحزاب السياسية يعني حزب الجيل عملت كده يعني بقى عندي بالنامج وطلعته فيها رؤيتنا في الـ 119 قضية بحيث ما أسوله بالنامج حزب الجيل في المحلة المقبلة والأحزاب الجديد عملت كده كان في الحزاب الجديد عملت كده فهي بقى عندهم نعمل الحركة هذه الحركة استمرت لحد ما لحمت بالانتخامات الـ 10 فكأن حركة الأحزاب السياسية لم تبدأ في الانتخامات الـ 10 بدأت من الحوار وطني اللي كان هو مثلا يعني جدت شباب الأحزاب السياسية حركة من الحركة من السكون الحركة ووصلت حتى الآن الحزاب السياسية بقى ما عندهاش يعني ايه ما عندهاش مشكلة ما عندهاش عذر لما استمرتش في هذا في هذا الحرك الجاد لأن بقى 18 شهر حركة حركة حزبية حقية وكأننا بننفذ للمدة خمسة من الدستور اللي قالت النظام السياسي في البلاد يقوم على العدل الحزاب بقى عندنا تعدلية حزبية حقية وشاهدنا بقى في هذه الانتخابات الرئاسية تقريباً 80 حزب قانوني في البلاد شاركوا في هذه الانتخابات بشكل أب آخر ولأنهم 80 حزب سياسي لهم برنامجهم ولهم المواصلين اللي بينهم اللي هي النظيفة بس أصبحت انتخابات فئاسية نظيفة جداً ما فيش أي ملحوظة من الممكن أن نسجل خروج لقيحة الحملات على أداب وقواعد أوميساك الشرف الانتخابي الأحزاب عليها نستمر وأنا متفائل لأن بعد هذه الانتخابات الرئاسية فيش عندنا انتخابات أخرى فيش عندنا ممكن انتخابات المحليات ممكن عندنا انتخابات مجلسي النواب والشيوخ يعني هنستمر في هذا الذخم الانتخابي اللي هو أساساً لقاءات مفتوحة بين الأحزاب والمواطنين والأحزاب بجدد شبابها بجدد جددها من خلال مرشحين جدد يعني عندك الانتخابات المحليات حوالي 60 ألف كيادة محلية أي هذه الأحزاب كلها مدى أول نهاية بقى لها نصيف هذه الانتخابات بها مرشحين قد يكون مفيش حزب يعمل 60 ألف كيادة محليات لزيانة انتخابات ولكن على أقل اللي يعمل 10 ألف إني اللي يعمل 6 ألف بقى عندك زخم ما كانش موجود ما كانش موجود صحيح وما كناش نحلم بي إن كنت بقى هذه الفرصة فهتستمر عندك هذا الذخم يستمر في انتخابات المحليات ثم انتخابات المجلسي النواب والشيوخ لما ينتهي أنفاجئ بالانتخابات الراسية الجديدة الثانية اللي هي 3036 وبالتالي أنت عملت هتفضل طول الوقت في في حركة حزبية ناشطة بين الجماهير لأن انت في النهاية في الفترة اللي قابل يناير 2011 كنا احنا بنعاني ومشكلتنا مش عالدين نرتاكي بالناس مش عالدين نرتاكي صح نعمل نقدم طالب على مؤتمر دي ما فوق ما تجيش وغالي ما بيتعملش حاليا انت المجال مفتوح قدام منك صحيح تؤثر المواطن وتتأثرك بمشاكله وتقدم رؤى جديدة لحال هذه المشاكل صحيح على أي حال احنا في انتظار ما ستصفر عنه يعني مش بحقول نتائج الانتخابات الرئاسية ولكن نتائج المنافسة الحزبية فيما تعلق من الانتخابات الرئاسية ده المكسب الحقيقي اللي حنستفيده ووجود قضية ووجود حزب ووجود مواطن المسلس ده هو اللي حيخلق حالة الحراك في الشارع الواصل وده علامات الجمهور الجديدة بقى صحيح